بعد فترة من شح الأمطار التي شهدتها الجزائر من المرتقب أن تشهد البلاد عودة الأمطار بكمية معتبرة ابتداء من يوم الجمعة لتستمر طيلة الأسبوع في خضم سلسرة الإضطرابات الجوية التي تشهدها المنطقة مصالح الأرصاد الجوية تتوقع إن شاء الله خلال نهاية هذا الأسبوع وحتى الأسبوع القادم بإذن الله تسلسل إضطرابات جوية تتخللها من حين لآخر فترة تحسن ما هي إلا مؤقتة إذن تسربات هواء بارد قادمة من شمال أوروبا سوف تلتحق بحوض المحل أبيض المتوسط تخص بداية الأمر المناطق الغربية ثم الوسطى وبعدها الشرقية وهذا الهواء البارد سوف يتسبب في تسقطات مطارية معتبرة في بعض الأحيان ستكون على شكل زخات وكذلك قد تكون حتى مرفوقة بتساقط بعض البرد تسربات باردة من شمال أوروبا على البحر الأبيض المتوسط من المرتقب أن تتسبب في تساقط أمطار غزيرة وحتى تساقط الثلوج على المناطق المرتفعة ما يبشر بموسم فيلاح ناجح وكذا عودة الأجواء الباردة خاصة باقتراب شهر رمضان لذلك تلوج أيضا متوقعة خلال يوم السبت وحتى صباحة يوم الأحد على المرتفعات الشمالية للوطن الوسطى منها وحتى الغربية وأيضا الشرقية التي علوها يتراوح ما بين ألف إلى ألف ومائة متر بإذن الله إذن حتى درجات الحرارة القسوة هي الأخرى رح تكون منخفضة في بعض الأحيان على المرتفعات رح تقارب فقط ستة درجات مئاوية عودة الأمطار بكمية كبيرة خلال الفترة القادمة ترفع منسوب المياه في السدود والبحيرات وتبشر أيضا بنجاح الموسم الزراعي إضافة إلى الصيام في أجواء مناسبة